وهنا عايز اتكلم الحقيقة على كافل ومدرب الأحبال يعني احنا توقعنا وانا يمكن في حلقة امبارح واول امبارح واحنا بنتكلم على استعدادات النادي الأهلي قلت كان الله فعون اللعبين يعني احنا بنتكلم على رحلة صفر زهاب وعودة وبنتكلم على ثلاث مواجهات في خلال سبعة ايام فقط منها مواجهة مع بطل العالم باير ميونيخ منها مواجهة مع بطل أمريكا اللاتينية والبرازيل بارميراس منها مواجهة مع فريق مدجج بالأسماء الكبيرة جدا فريق من العيار التقيل على أرضه ووسط جمهوره هو فريق الدحيل القطري كان طبيعي جدا اتوقع وخصوصا انه بدايات اي مشوار بتبقى صعبة بتبقى تقيلة بتبقى محتاجة تركيز كبير جدا وكان متوقع انه المباراة دي على المستوى البدني سيبكم النتيجة خالص امكلم على المستوى البدني انه الاهلي يعاني فيها لكن ده ما حصلتش يعني فتحية الحقيقة الناحية البدنية في النادي الاهلي مطمئنة والشغل على أعلى مستوى واعتقد ان دي واحدة من أهم معايير وأسباب تفاق النادي الاهلي في الفترات اللي جاء فعلا يا احمد مش كل فرق تقدر تلعب أربع مباراة في وقت قليل زي ده بنفس المستوى مبارح شفنا اللعيبة زي ما بنقول يعني كأن بقالها فترة وغدى فترة راحة كأن كل السكواد أو الفريق الأساسي موجود شفنا مجود بدني لحد الضيئة السبعة من الوقت بدل من الضيئة السبعة وتسعين دقيقة يعني ولا أروع من كده يعني نمسك الخشف زي ما بيقولوا يعني ما شاء الله فيارب نكمل بنفس المستوى ونكمل بنفس المستوى لأنه فعلا جمهور النادي الاهلي مستني العشرة في دوري أبطال أفريقيا